كل نقطة مية قادرات اتدخر من غير حدود وفي ايدنا عملة ندرات ازراع الصحراء ببرود لتزيب المية منحة والشجر يطرح صفحة بيتخلي الارد صحة والسحار تزيل خبا التورط فانجها الطبيعة محتاجا الله يجاء بالخير معك التورط فانجها الطبيعة محتاجا الليل يجاء بالخير معك مرحب بحضراتكم من المملكة الاردنية الحمد لله إحنا لما بندخل مكان ونشوف فيه تنمية وفيه تعمير في الوطن العربي وخصوصاً القطاع الزراعي لأنه هو أساس فعلاً استقرار وتقدم الدول إحنا النهاردة بنشاهد نمازج للزراعات النجاحة بنتابع استخدام العلم بنشوف تغلب على صعاب الطبيعة اللي موجودة تحديات كتير جداً على رأسها المياه أنا معي المهندس سمير طبعاً في البداية أنا سعيد أن أنا موجود عندكم أشكركم على الزيارة الجميلة دي والترحاب اللي إحنا شفناه من أهلنا في الأردن أهلا وسهلا فيك ومرحب فيك والأردن وأنتو ضيوف أزاء علينا وأهلا وسهلا فيكم إحنا فيين دروقتي؟ مكان ده تحديد إحنا منطقة اللي يسموها بين الكرامة والشونة الشمالية الجنوبية بين الكرامة والشونة الجنوبية اللي هو الغور الأوسط منطقة الغور الأوسط الغور الأوسط لو جينا نتكلم عن القطاع الزراعي في المملكة الأردنية هو ليه طبيعة مختلفة بسبب أن إحنا عارفين مصادر المياه بيبقى فيها نوع من الصعوبة ونقول أن إحنا موالدنا فقيرة في المياه بتتعاملوا إزاي مع القطاع الزراعي لأن هي منظومة صعبة جداً أنت بتتكلم على إنتاج يعتمد على المياه وفي نفس الوقت عاوز استدامة في الإنتاج نعم فعلاً الأردن وحتى غور الأردن المياه فيه شحيحة لأنه معظم المصادر جاي من مياه الأمطار بتجميع السدود أو يعني مياه الأمطار المنتصاقة بالمنطقة ففيه شح بالمياه ثاني إشي فيه مسكدة ثانية اللي هي منوحة المياه خاصة المياه الجوفية فهذه بتشكل حائقة كبيرة في الزراع بضلط المياه وملوحة تعرف بلجأ بعض المزارعين لخلط المياه يعني ممكن يطلع بير فيه ملوحة بير يعني حتى بالآبار المسموحة يعني يقدر يخلط المياه وتمشي الأمور بالنسبة للزراع مياه القناة الغور الشرقية يعني بالصيف بتزيد ملوحة بس مياه مقبولة يعني الملوحة هاي بدا حل يعني في ناس لجأوا لشغلة احنا ما نسميها تنقية المياه المحطر العادي لا محطات عزالة الملوحة هاي المحطات هاي يعني مكلفة جدا والصعب فيها انه تقريبا نص المي بديوزة اكثر من نص المي بكون مالح جدا وبدك ايش تتخلص منه فهاي ايش بزيد العبع يعني وين تروح بالمي المالحة اذا ما في مهارب او شي فبالنسبة للجهاز دلتاوتر انا بدي احكي يعني انا من زمان يعني جوز من العشرين سنة بتابع شغلة المياه المغنطة فلما عرفت عن جهاز دلتاوتر عرفت عن مزايا وانا مقتنع فيه فركبت الاجهزة هون بالمنطقة اللي هي منطقة مزارعنا بالكرامة تقريبا يعني 16 واحدة طبعا الاجهزة هاي يعني بالزيل الملوحة او تأثير الملوحة انا عايز ابتدي من نقطة تانية سميت عن هزال وان انت تتجرب ان انت تستخدم تكنولوجيا زي دي وتبتدي ان انت تشتريها وتركبها الفلاح في اي منطقة في الوطن العربي نمطي اذا يتعود على شيء صعب جدا ان هو يغيره سمعت ايه عن جهزة معالجة المال المغناطسية وازاي اقدمت على هزالتك انا سمعت اول اشي من بتابع عالميا يعني يعرفت عن التطورات الجديدة اي اجهزة يعني نسمي معدال زراعية ومن عشرين سنة اجاني شركة زراعية بتعامل مع العجزة هاي بس ما تابعتش شيء الشركة بالاردن ايه فعرفت عن مزايا من الفترة هذيك انه احنا في عنا مشكلة ملوحة بالمي مشكلة ملوحة بالارض ولابد من حل يعني حل عالد حتى نستفيد اكثر بتعرف بتعرف بتدقى تركب بعد تركيب الاجهزة ايه الفرق اللي حصل ايه المشاكل اللي كانت موجودة عندك وتحلت ازاي المشاكل اللي هي اهم اشي ملوحة الارض وملوحة التربة خاصة ملوحة التربة ايه طبعا الملوحة بتأثر على نوعية الانتاج بتأثر على اممكنه نضع الجودة يعني مشاكل كثيرة بتعرف فاحنا بحبنا كنا يعني بصدد اه انشاء محطة تحري احنا عرفت فبس عرفت انه بموجود بالارضن الجهاز طرعا وانه مقتنع بنتاجه اه ركبنا الاجهزة وركبت لقناعة الكبيرة ركب له كل المزارع عندنا حضرتك متخصص في الحمضيات او عندك نمازك انا بالشجر اشجار يعني انا تخصص اشجار الفواكه بشكل عام الفواكه اه فرقة استخدام تكنولوجيا معالجة المياه المغنصية مع الفواكه الفواكه بتحتاج رعاية نعم فرقة معالجة اه 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 بالنسبة اللي هون نيدي عن النخيل كانت الملوحة عالية حول ساقة الشجرة واضحة اه وبتشكل يعني تعب للشجرة بتحسها بعد ما استعملنا الاجهزة الملوحة بدت تبعد عن الساب انا لاحظت بدت تبعد عن الساب وحتى كانت خف على سطح التربة ثاني ايش اللي لاحظت الشغلة وهم كثير انه احنا كل عنا ريب التنقيط وبسامي احنا البرابيش او انابيب الجيار الجيار هاي اللي الريب التنقيط يعني تسكيره متكرر عرفت يعني بعيشش من ثلاث ثلاث سنوات اربع سنوات ليش رغم انه في ايش تنظيف بس ركبنا الاجهزة وجدت يعني انه كل المواد الكليسية العالقة بأنابيب الرأي بدت تتحلل فاحنا بدينا ننظف فيها وبدت يعني صارت قدرة الري انضاعفت حفزت على شبكة الري المدة اطول بدون صيانة وبدون احلال انا بقول حتى يعني الناس اللي بيسألوني يعني انه اللي بيركب شبكة جديدة مع الاجهزة ممكن تدوم عشر سنين بدون اي متاعب فرق معك التسميد واستخدام المبيدات طبعا هول اللي 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 حدت انه الجهاز يعني كأنه له اثر على او المياه المغنطة اثر على العناصر موجودة بالتربة انه فيه عناصر مثبتة بدت كأنه العناصر مثبتة انه تتحلل او انه النبات او الشجر يستفيد منها لانه بدوز نسبة الكاليسوم عالية البايكربونات عالية بدت فيه استجابة احسن فلاحظنا انه الشجر نموه اسرع وأفضل لاحظت شغلة ثانية انه صار ابكار بالانتاج تبكير بالانتاج ثانية اي شيء نوعية الثمر اتحسنت عاوز من حضرتك كمزارع مسؤول عن مشاريع كبرى في المملكة الاردنية تقول لي كلمتين او جملة عن استخدام اجهزة دلتوطر بالنسبة لمعالج المياه المغنطة الجهاز يعني نقلة نوعية بالنسبة للاراضي اللي فيها ملوحة وفيها مياه وارضها مالحة وبحسن الانتاج وبكر الانتاج ويعني ممتاز كثير بالنسبة اللي بيستعملوه المشروع اللي حضرتك مسؤول عنه يريد تقول لي وصف ليه سريع المشروع اللي عنا هون تقريبا 16 وحدة نخل مجهول منها تقريبا 12 وحدة منتجة والباقي وبعده مش منتج انتاج الغور مميز مطلوب طبعا داخليا وخارجيا ولذلك لازم نهتم بالجودة المنتج نهتم نوعية التربة نهتم بالمياه وهي الجهاز بالتوطر يعني ريحنا كثير ركبت كم واحدة عندي؟ احنا ركبنا هون خمسة عشر جهاز خمسة عشر جهاز شكرك وربنا نوفقك وان شاء الله دايما الاردن من تقدم الى تقدم ومزيد من الاستقرار مشكر عليك بشمن السمير شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم بالاردن وان شاء الله تتكرر الزيارات ونلتقي مهند السمير شوحة مهند السمير شوحة هاشكرا حياك مشاهدي برنامج الزراعة العربية برحب بحضرتكم مرة اخرى من المملكة الاردنية لما نجي نتكلم عن الوطن العربي لازم نبعارفين متأكدين اهمية الانتاج والتنمية لازم نبعارفين ان الوطن العربي ليه خصائص مميزة ليه في القطاع الزراعي ومنها العاملين داخل هذا القطاع في نفس الوقت احنا بنتكلم على اماكن بتعاني من نضرة في المياه اماكن بتعاني من نسبة ملوحة مرتفعة في المياه وفي التربة لكن المزارع العربي لا يتوقف منتج دائما يحاول دائما ايجاد حلول حديثة للاستفادة من كل قطرة مياه وتسخرها من اجل الانتاج انا سعيد وفخور اول مرة ازور الاردن اهلا وسهلا فيك شرفته 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 اهلا وسهلا شرفته شرفته المكان ده اسم ايه هي منطقة الاغوار الشمالية منطقة المشارع انا ملاحظ ان هنا في تنوع في الزراعة موجود عندنا زراعة محمية في صوب في نخيل في موالح في خضار احنا بنتعامل مع القطاع الزراعي هنا ازاي اول اشي احنا نستخدم القطاع الزراعي هنا احنا عندي كعنب رمان حمضيات بشتغل فيها نخيل نخيل برحة المجول ما بزبط هون بزبط مناطق الجنوب لانه عشان فرق الحرارة المكدول ما بيمشيش معك هنا عندك البرحة بس بس برحة لو جينا نتكلم عن المياه احنا بنتعامل طبعا مع المياه هنا في الاردن بنوع من الحرص المياه غالية علشان يبقى عندك ابار دي محتاجة ترخيص وترخيص مكلف مظبوط اكيد طبيقة المياه وجودتها كان شكلها ايه في الزراعة أنا عندي بستخدم قناة الملك عبدالله شايف الملوح على عندنا لغاية 1200 من ما استخدمت جهاز دلتا وتر صارت الملوح عندي لغاية 900 وختلفت عندي إصفرار كان أبين عندي على العنب إصفرار لكن من يوم ما استخدمت الجهاز إصفرار هذا كنت أستخدم أول إشي أعالج بلا أسمدة لكن من يوم ما استخدمت الجهاز، الحمد لله إصفرار رحمي عندي الحمد لله ده انت جربت في العنب هو كان مجرد اسفرار فقط ولا اثرت على معدل النمو فترة الحصاد نفسها اثرت على استخدامتك في الموبادات والاسمدة يعني احكيلي اللي حصل في زراعة العنب قبل وبعد بالتفصيل اكيد اول اشي كان استخدم الاسمدة بكثرة كنت استخدم الاسفرار بالدمواد كثيرة عشان اعالجه لكن ما استخدمت الجهاز اثر عندي انه الحمد لله خف الاسفرار عندي بالنسبة للحمل افرق عندي بالنسبة للولون لكل اشي بالعنب والرمان افرق عندي استخدمتو للحمضيات الحمضيات استخدمتو افرق عندي بالتصويق بالانتجات للحمضيات بحجم الحب افرق عندي من الاول بالزيادة تجربة استخدام الاجهزة دي بقى لها اديه انا بستخدمه الي سنة وشهرين حسيت انه فعلا فيه مرضود اكيد اكيد الرمان بيختلف عن العنب في الزراعة واحتياجاته المائية بختلف اكيد العنب بده مية اكثر بده عناية اكثر من الرمان اهه انتج الرمان عندك ارتفع ايضا ارتفع انت النهاردة وانت في الاردن تسويقك بيبقى محلي فقط ولا بقى فيه تصدير في الاردن لا محلي محلي ايه مشاكلك في التصدير ما فيه مشاكل بس انه التصدير عندنا الوقت معين شاف مش دائما عندنا فيه تصدير لكن انا بيعي الاحسن محلي محلي لو احنا حابنا نقول تقول ايه للمزارعين كران المزارع نهاردة عن تقريبة استخدام استخدام الاجهزة المعالجة المياه المغناطسية هل هي مجدية بالنسبة للعائد الاقتصادي فرقت معك؟ اكيد انا بنصح كل مزارع يتجه لجهاز التوتر لانه افرق عندي انا ما اسمعت بالناس لكن جربته جربته عندي على الحمضيات جربته عندي على النخيل وجربته عندي على العنب الرمان افرق عندي كثير وبنصح وفي جماعة اصحاب اللي ركبوا له الخضرة افرق محهم انا بنصح لكل واحد زارع انه يتجه لجهاز التوتر معدل الملوحة في المياه والطربة حللت بعد تركيب الاجهزة؟ انا كنت اول اشي لما ازقب الجهاز التوتر الاقي ملوحة على سطح الارض ملوحة خفيفة لكن من يوم ما استخدم الجهاز التوتر هذا الاشي راح من عندي ما ابطلت اسشوف عندي اشكركوا بالتوفيق الله يسلم كل نقطة مياه قدرات اتدخر من غير حدود وفي ايدنا عملان ادرات ازراع الصحراء ببرود اللي تزيب المياه ملحه والشجر يطرح صفحه بيتخلي الارض صلحه والصحار تزيب خضار الكروت بنتاجها الطبيعة محتاجة والقدارة وامتياج جاي وجاء بالخير معاك الكروت بنتاجها الطبيعة محتاجة والقدارة وامتياج جاي وجاء بالخير معاك كل حاجة ليها طعم لما تبقى المية دلتا ربحي زايد خريا عم مية واصدى لكل حدة انت ابتأوا احنا جنبك ايوة جنبك مش بعيد هتلاقينا جوا بلدك شرق غربها تستفي الضوطة تجهة الطبيعة محتاجة والقدارة وانتياج جاي وجاب الخير معاك الضوطة تجهة الطبيعة محتاجة والقدارة وانتياج جاي وجاب الخير معاك والشجر يزد وينتج والخضر على كل لون فكالها شكل مبهج زي ما لازم تكون اسرع يلا يا ابن بلدي ده سره قول لك عليه الجهاز قد التحدي دي ارضك غالية عليه بلدك شرق غربها تجهة الطبيعة محتاجة والقدارة وانتياج جاي وجاب الخير معاك الضوطة تجهة الطبيعة محتاجة والقدارة وانتياج جاي وجاب الخير معاك ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم انا بعد ما استخدمت اجهزة دلتاوتر لحظت شغلة كان عندي شجرة جوافة بالاول كانت سفرار ونمو خضر ضعيف وكانت تنفل لكن بعد ما استخدمت جهاز دلتاوتر عليها صار نمو الخضر تبحها قوي كثير وصار حملها ما ينفل وعطتني حجم وما شاء الله فرقت كثير عندي عن الاول بالاول كنت اعطيها اسمدة لكن جربت انه مع جهاز دلتاوتر اسمدة ما اعطيتها مرة غير عمية جهاز دلتاوتر وما شاء الله فرقت عندي تقريبا سبعين بالمية عن الاول احنا كنا نعاني من ارتفاع في درجة حمو الملوحة وكان له تأثير مباشر على الانتاج يعني الانتاج كان نقدر نقول خمسين في المية كان نازل بسبب ارتفاع في درجة حمو الملوحة الشجر كمان مش ماشي الان لو تشوفوا عندي شجر رح ورجوكوا اياه هون في اسفرار ومش ماشي الشجر مقارنة مع الشجر اللي في الاراضي ثانية اللي صار انا بعمل في قطر ودائما بدرس في النت كيف بدي اعالج الملوحة فشفتوا اللي في هناك دلتاوتر حكيت مع شباب مهندسين في السعودية تابعين تابعا لكم ونصحوني والشباب كمان ما شاء الله اثنين مصار واثنين وحكوا لي شو النتائج الجيدة من دلتاوتر وقالوا كمان موجود في قطر قالوا كمان موجود في قطر وروحت هناك في قطر وشفته اخيرا كمان وانا ابحث ابحث وقال لي هناك في شركة سماء كمان اتعاملوا مع دلتاوتر حكينا معهم من قطر وقالوا انو احنا فعلنا الجهاز وخضنا الجهاز الموم احنا رقبنا الجهاز تقريبا هون شهر وكان كفير كفير كويس لكن انا احتشتوا في الوحدة الثانية كوني انا بدي ازرع بدي ازرع خضروات وعندي شجر الحمد لله رب العالمين بالنسبة للانتاج الانتاج ممتاز جدا جدا رح اقارركوا كمان ما بين الشجر اللي هون والشجر اللي هناك لشان اجبتكوا هون يعني لانو انا هون رح اشوفوا وتصوروا وان شاء الله انا بدي اشتري جهاز احطه هون شايف وتجيب شهر سبعة وشهر ثمان تصوروا هاي شجر الحمضيات عمرها سنتين ما خلينا ولا بقينا من الاسمدة جميع انواع الاسمدة سواء كانت المروية والرش كله اعطناها الا انو الشجرة بقيت متقزمة ليش؟ لانو نسبة الملوح عالية جدا اما في المنطقة الثانية اللي بنروح لها بنفس عمر الشجرة وكون هناك في عندي جهاز دلتا ووتر فهناك تقريبا ضعف ضعف الشتلة اذا هاي الشتلة يعني متر متر وربع هناك الان رح تشوفوا شتل تقريبا ارتفاعه من مترين الى مترين ونص حضرتك انت كنت بتشرح دلوقتي اشجر الحمضيات وكنا شافين فيه تقزم مفيش نمو بالرغم من ان انت بتسمت بالرغم ان انت بتتابع لكن مفيش اي نمو النهاردة احنا انتقلنا المكان تاني نفسه عمر الشجرة نفس اليوم الزراع لكن انا عندي انتاج وعندي وضع مختلف تماما ايه السبب انا بالنسبة الي هاي عمرها سنتين واللي شفناه هناك سنتين درجة الملوحة هون 4500 وهناك 4500 الا انه هنا في عندي جهاز دلتا ووتر صار له هنا يعني من ما زرعت هنا في عندي دلتا ووتر تقريبا صار له عندي سنة ونص سنة سنة ونص وبعدين انا من ما اجد دلتا ووتر لغاية اللحظة هاي انا ما اعطيتش سماد هناك انا اعطيت سماد وكلفني الاف الليرات هناك في الوحدة الثانية اللي شفتوها ونفس النسبة يعني 4500-4500 درجة الملوحة الا انه بسبب هناك دلتا ووتر فالوضع مثل ما انتم شايفين شجر ما شاء الله حامل واذا هناك كمان شجر لغاية الان في عليه الليمون اما هناك ما كان الاثنين في عندي زرعت كمان هنا البروكلي والزهرة ما شاء الله تبارك الله انا هناك لغاية الان الزهرة بعدها اما هون الزهرة انا من تقريبا 20 يوم زرعت طلعت للسوج وحرطت الارض بتاعها وبيدي ازرحها يعني شوفوا هذا كمان من فضل ربنا وفضل الدلتا ووتر والله انا بشجع كل مزارع يعاني من درجة الملوحة انه بيذهب الى شركة سما لو يشتري جهاز الدلتا ووتر لو جيت اتكلم النهاردة على معدلات التسميد ما فيش فلاح بيشتغل من غير ما بيفكر في السماد قبل ما جاهز ارضه للزراع نعم النهاردة بعد استخدام اجهزة دلتا ووتر انت بتتعامل ازاي مع الاسمد انا بالنسبة الي شوفوا تحضير الموسم دائما انا بحضر كل شي الاسمد العضوية والاسمد الكيموية وهناك كمان انتو جوز شوفتم انا من ما جبت الديلتا ووتر ما نزلت لا اسمد عضوية ولا اسمد كيموية هناك انا اللي بعرفه انا درست انه هناك تقريبا 60% بيوفر دلتا ووتر الا انه وفر عندي 100% انا صار لي سنة بعطيش ولا حبة سمات طبعا احنا بنتكلم على الانتاج اهو ده الانتاج في نفس عمر الشجرة سنتين مختلف تماما بس فيه معلومة حضرتك قلتها لفتت نظري نعم تقولي انا ما بضفشتش اي سمات ايه السبب ان انت ما ضفت السمات طيب انا بالنسبة الي بممشي بارضي وبشوف الشجر بداما الشجر الان وضعه ممتاز جدا جدا فليش انا اضيف اسمد عضوية واسمد كيموية فانا مقتنع كل الاقتنع انه جهاز الديلتا ووتر هو اللي ممشيه لاموري والحمد لله رب العالمين ليش انا اضيف مداما وضعي وضع كويس الوضع مستقر وليش اضيف اسمده مش رايح اضيف اسمده انا مداما هناك يعني مقتنع انه هناك بفضل ربنا وبفضل الدلتا ووتر شكرك براحب بحضرتكم مرة اخرى احنا النهاردة لما نجي نتكلم على الزراعة في الوطن العربي نكون موجودين في الاردن شايفين ان احنا عندنا نمازج مشرفة شايفين زراعة داخل الانفاء فراجنا النهاردة على الزراعات المحمية شفنا الموالح الخبرة مهمة او في قطاع الزراعي طبعا في البداية انا برحب بيكم ومشكرك على الاستقبال الجميل ده حياكم الله لونا مسهلا فيكم انتم في بيتكم حياكم الله المكان ده اسمه ايه؟ مكان ضغط المشارع الاغور الشمالي نعم حياه لو جينا نتكلم عن الزراعة هنا المياه جودتها اكبرها ايه؟ والله بالنسبة للمناطق هناك مناطق فيها ملوحة كثيرة وهناك مناطق يعني كسبانة بس من القناة الغور الشرقية وهناك من كسبانة من نهر الاردن فهناك في مناطق يعني فيها ملوحة مش طبيعية مش طبيعية فضعيفة جدا جدا نسبة الانتاج فيها الفلاح عندنا في مصر ودايما لما بنسافر في الدول العربية نمطي يعني هو بيتعود على شيء هو بيشتغل بنفس الطريقة امتى بتددت شعر ان درجة الملوحة في المياه وفي الطربة بتسبب لك ازمة تقدرش تدي انتاج معتدل وفكرت تحل المشكلة ازاي؟ طبعا حاولت كثير وصلتني معلومة عن هناك جهاز اسمه دلتا وتر فهذا يعني مفيد جدا وبيجيب نسبة الملوحة نهائيا من الطياد فبعد طبعا جبنا الجهاز هذا من شركة السماء ألا وهو دلتا وتر حطناه وضعناه للاشجار والحمد لله تغير تغيير كله عن الصابق وثم بعدين زرعنا زرعت البروشلي في الموسم الماضي ما كان فيه هناك جهاز دلتا وتر كانت تسبب الانتاج بعد ثلاثة شهور بلش انتج معي أما عندما وضعت له الجهاز انتج معي على شهرين الحمد لله فهناك كان فرق كبير الشهر يعني بفرق كثير كثير بالانتاج الحمديات كانت تقريبا لانك حاولا صورتها النهاردة والأشقر مصمرة أغبر الحمديات؟ طبعا الحمديات استفدنا منها هناك أنا عندي حمديات ما فيه إلها جهاز دلتا وتر إلها سنتين ما استفدت منها نهائيا وما عيني بعطيها إلاجات ولكن المنطقة اللي فيها جهاز دلتا وتر استفدت منها والحمد لله والشجر اختلاف اختلاف كلي وأنتجت منها واستفدت الفلاحين علشان يبتدوا ينفذوا التقريبة دي وعلشان يقربوا أجهزة دلتا وتر تقول لهم إيه؟ والله بنصح كل مزارع إنه إذا كان فيه هناك عنده نسبة ملوحة حتى لو كانت 5% إنه يركب جهاز دلتا وتر إذا كان بده يستفيد من الإنتاج اللي هو فيه يعني نسبة الملوحة مش شرط؟ لا نسبة الملوحة يعني مؤثرة جدا على الزراعة مؤثرة جدا أما إذا نسبة الملوحة مستقرة أنت بتنصحه إنه هو برضو يجرب التكنولوجيا دي إنه هتزود الإنتاج طبعاً طبعاً إذا كان بده يستفيد إنه يجرب جهاز دلتا وتر وإن شاء الله إنه راح يستفيد مثل ما أنا استفدت إن شاء الله في مشكلة سمعتها وأنا موجود في الأردن المبيدات بتسبب لنا أزمة بعد استخدام تقنية المعالج المال مالطيسي أخبر المبيدات إيه واستخدامك لها بمعدلات أدية في الأردن طبعاً المبيدات عندي هنا قلت كثير أنا عندي شعر لما تعملت له دلتا وتر ما أطعت له لا أعلم ولا أي نوع من العلاج لا أسمدة ولا أي نوع من العلاجاته بعد دلتا وتر والحمد لله يوضعه ماشي والحمد لله ولا فطريات وإصابات عشرية ولا أي نوع من الفطريات الحمد لله أشكرك حياكم الله سبحان كل حاجة ليها طعم لما تبقى الميا دلتا ربحي زايد خير يا عم مياه واصدر كل حد أنت إبتأ وإحنا جنبك أيوة جنبك مش بعيد هتلاقينا جوا بلدك شرق غربها تستفي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة